عادتك في البيت حطي ايدك على خدك وما فيش حاجة ما فيش شغل ما فيش حاجة ما فيش فلوس ما فيش دي بتضيقنا يعني دايما بنحب نحط حتة الحافز والحافز بيبقى عن طريق اسأل مجرب يعني مين اللي عمل حاجة حلوة قوي ومنورة قوي بنحب نستضيفه واحدة من البنات الأواريب قوي الشطورة قوي في شغل الهان بميد اللي بتشتغل من قلب بيتها لا بتنزل ولا بتروح ولا عندها وسطة ولا خشغليني ولا عمليني ولا اي حاجة هو شغلها اللي بيتكلم عنها هو شغلها هو السفير بتاعها وهو اللي بيديها الزقة والبوش هي واحدة موهوبة في شغل الهان بميد فكرت في فكرة مختلفة ومش اعتيادية انتو عارفين في السبوع لما بنحب لما اي واحدة بتخلف بنوتة فعايزة تنزل تجيب لها فستان المحلات والأماكن اللي بتبيع المنخل وبتبيع الهون وبتبيع ليهم يعني فكر هو واقف عند حتة معينة يعني ممكن مثلا المنخل دايبوا حطين عليه طل وفيونكات ومش اعرف ايه بس هو واقف عند فكرة معينة او عند شكل معين ما فيهوش تطور هي مسكت الحتة دي واشتغلت فيها وطورتها وبتشتغل من قلب بيتها لدرجة ان هي نكحت وناس كتير ومشاهير اشتروا منها الحاجات دي هي ضوحة حسين وانا عايزة فرقكم على شغلها يعني مثلا انا شفت الموضوع ده اتهبلت بقى ده فستان بنوتة في السبوع بتاعها بصوا الجمال والتفاصيل لو نقدر ندخل على الفستان اكتر من كده التفاصيل ما هبلان يا جميع انا امسكت الفستان اتهبلت عليه بصوا الحركات لو نقدر ندخل بصوا 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 الجمال بصوا الفيونكا الامر بصوا بقى استنقى اهو والشغل اللي تحت عامل ازاي طيب شوفوا ده بقى الناحية التانية يا خلاص يا نيس يا نيس هتجنن شفت بصوا الديتيلز ده يعني ده معمول في البيت ده فيه واحدة قاعدة في بيتها بتشغله مش مصنع مش مستورد لأ ده واحدة مصرية كده شبهنا بتشتغل استنى استنى هاجيلك ان شاء الله بس لما نوري بس الحاجة اسمع كلامه امت ما تسمعش كلامة بوك بصوا التفاصيل لأ دي ما بقول لها انا يا حسن انا في اللي هو بتاع المجوهرات بتاع زي زينيا ده فاكرا بتاع الملك فاروق كانوا جايبين الحاجات اللي بيستخدموها في البيت مدحف المجوهرات الملكية كان كله حاجات كده فهي عاملة زيهم لا ادخلوا عليها على الحاجات التانية ادخلوا بصوا الحلاوة استنى دي فضيعة خليكوا بقى زي ما انتوا كده ما وريكوا الفرشة والمشط يا خلاص يا خلاص يا خلاص اهي 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 يا خلاص يا عالتعام والجمال ازيك يا ضحى ازيك يا مادم ضعية يا خرابي عالشطارة ايه بتشطارة دي شطورة اواريب احنا احنا اواريب انا بس تضيف الاواريب اي واحدة قروبة قل لها تعالي احكيلي انت قروبة انت فكرت في الفكرة دي ازاي وبدأت من امتى انا بدأت من حوالي تسع عشر سنين كده تمام الفكرة جات لي يوم فرح واحدة صاحبتي قبل الفرح يعني فترة كده اه تمام انا اصلا خارجة كلية رياض اطفال مدرسة عادية جدا زي اي مدرسة في الدنيا حاجات باشتغل حاجات قارت بسيطة قوي مش لايه الحاجات الجامدة دي اه وتجوزت وقعت في البيت فترة حوالي سنة كده تمام احنا كنت فيني ان انا مفيش شغل وانا كان تمام يعني انا كنت زهقت من المجال بتاع التاتريس ده ومش قد امتعبت اول ولاد مرهقين ومش قدر اقدي فيه جي بقى فرح صاحبتي دي ولفينا ان نجيب الحاجات اللي حاجة بتقولي وقفنا توقفوا عند نقطة معينة ايوة ما بيتطوروش احنا لقناه نوم ما بيتطوروش طب وصاحبتك دي كانت عايزة ايه احنا كنا مدورة حاجة مختلفة بس لكن مش في طبعا مكنتش باشتغل حاجة زي ايه يعني بتدوري عنه يعني حاجة شيك زيادة حاجة فيها متيريال اعلى يعني عيلة بالشبكة يعني قولي لا لا كان ساعتها الجست بوك وبوكي الورد لان ده كان زفاف اه الجست بوك ده اللي هو الناس تدخل تكتب لها كلمة فيه دايما جرت العادة بيقوموا عمين صورة للعريس والعروسة وحطينها عليه وخلاص اه او الستان اللي هو العادي الماتيريال وحشة خالص يعني وجايبين عريس وعروسة كارتون ولطعينه عالكتين وشكرا وجست مارد وشكرا انا كده فلقينا كل اشكال تقليدية واتهرست في ميت فرح قبل كده فهيك هتعايزة ايه طب نزود فيه حاجة طب نحط فيه حاجة زيادة قلتها بصي تعالي انا عاملك واحد اجرب بقيتلي انت يا تعرفي قلتها تعالي ستين نجرب مش هنخسر حاجة وساعتها بقى خدت مبلغ بسيط كده كان معيه في البيت يعني كان ممكن طبعا نجيب حاجات اعلى بس انا قلت ايه اجرب حاجة بسيطة الاول دي كان راس مال المشروع بتاعك بدأتي بكام كان وقتها ربعمائة جنيه بدأت راس مال مشروع بربعمائة جنيه خدت الفلوس في البيت عملتي ايه بقى بيهم نزلت بقى جبت ستين وبقيتها دعبس كده الكتب بتاعت الجس بو جزيبت بقى ايها لايه اكلسير ولا كتاب بقيت انزل المحلات تاني بقيت ابص عليها شكلها ايه معجبتنيش يعني الورق مخرم وحاجات غريبة اخترت نوع الكرتون واخترت نوع الورق زي الحياتك شايفها ده بس طبعا انا طورت من انه كان وقتها انا بنفرج الكتاب ده الجس بو قربوا علي يا شباب قربوا علشان تشوفوا الديتيلز الاواريبي ايه ده يعني ده ده انت عملا بييدك انت في البيت التاج ده استنبيته لا التاج ده استنبيته يعني رسمتها الاول وبعدت عملتها بره في الصين مش هين بتيجي بقى انا تطورنا بقى او بس ما هو ده بقى كان خطوه قدام عشان توصل لكواليتي معينة بصوا الفرو الاستراصات كمان لان في منه تقليد نازل طبعا انا ما بقى يعني لأ وده من هنا حطت فيه دمتال كده طيب فانت بقى ايه بنجود بقى مش هنبيع بقى حاجة يا سلام يا سلام يا اختي بصي والقلم لازم طبعا القلم يتدلعه كمان والقلم مربوط فيه ويكتبوا بالقلم ده الله 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 ها وليلي وبعدين بس خدت بقى رحت جبت الكتاب عملته عملت ساعتها كتاب او اتنين قلت اجرب ايه في حاجة قلينة وجبت بقى نزلت جبت الساتان اللي على مزاجي برضو ماتيريال اعلى اه وبقيت هدخل على اليوتيوب بقيت هدخل على قنوات اجنبية بيعلموا فيها الكلام ده اه بقيت هدخل بقى وافتح للفيديو حاجات دي بقيت ببلاش يا جماعة دي وقت بس ادفعي بس اشتراك والحاجات دي بقيت موجودة وببلاشوا الناس بتعلم نفسها فيه كورسات والله اونلاين كتيرا على اليوتيوب وبتجيب لك الحاجة والخطوات هتعمل ايه بس ايه الفكرة زي ما تقولي انت حقيق قلت ايه الموهبة فيه ناس عندها استعداد وفيه ناس لا ممكن انا واحدة دي جي تعمل نفس الحاجة مش هتطلع حلوة او تطلع احلى يعني ممكن اشتركوا في القناة